اشتركوا في القناة نسألك الرحمة لجميع علمائنا ومشايخنا الذين علمونا وربونا نسألك يا رحمة الراحمين أن تجعل قبرهم الآن روضة من رياض الجنة وأن ترفعهم في علين اللهم أمين اللهم اجزي البيت الحمصي والقائمين عليه خير الجزاء اجعلهم في صحائفهم وصحائف والديهم إنك على ما تشاء قدير حياكم الله إخواني جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء العاشر إن شاء الله في الشرح الموجز للقواعد الفقهية للشيخ عزة عبيد الداعاس رحمه الله تعالى في البداية دعونا نتذكر أننا استعرضنا في بداية مشوارنا في شرح هذه القواعد الفقهية خمسة قواعد كلية كبرى بدأنا بالقاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ثم اليقين لا يزول بالشك ثم القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار والرابعة المشقة تجلب التيسير وكان لقاءنا في الشهر الماضي في اللقاء الماضي العادة محكمة وتناولنا فيها عدة قواعد تتفرع عن هذه القاعدة العادة محكمة وكان الكلام عن القاعدة الأولى استعمال الناس حجة يجب العمل بها الثانية إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غنبت الثالثة العبرة للغالب الشائع لا للنادر الرابعة الحقيقة تترك بدلالة العادة اليوم إن شاء الله سنكمل هذه القاعدة الكلية بالقاعدة المتفرعة عنها الخامسة الكتاب كالخطاب ثم الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان السابع المعروف عرفا كالمشروط شرطا الثامنة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص التاسعة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ونختم بالقاعدة العاشرة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أسأل الله أن يبارك في الوقت قال الشيخ عزة رحمه الله تعالى في القاعدة الثامنة والثلاثين الكتاب كالخطاب قال فالكتابة بين الغائبين أو الغائبين كالنطق بين الحاضرين أو فالكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين لأن القلم أحد اللسانين وقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وبلغهم صلى الله عليه وسلم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب والقرآن أصل الدين وقد وصل إلينا بالكتاب ذكر الشيخ عزة رحمه الله تعالى في بداية هذه القاعدة معنى هذه القاعدة فقال فالكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين معنى هذه القاعدة إخواني العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية يعني الأصل عندما يريد الإنسان مثلا أن يشتري شيئا الأصل أن يتكلم بألفاظ يقول مثلا أريد أن أشتري الشقة الفلانية بكذا فيقول صاحب الشقة يقول له بعتك هذه الشقة بكذا مثلا فيتفقون فالأصل في العقود سواء كانت بالبيوع أو الإيجارات أو الرهن أو غير ذلك من العقود الأصل أن تكون بالألفاظ مشافة وهنا تأتي مسألة العادة محكمة إذا اعتاد الناس القاعدة الأصلية هي العادة محكمة هنا إذا كان العرف كانت العادة أن يكتب كتاب رسالة تكتب رسالة في هذه الأمور أن فلان يريد أن يشتري الشقة الفلانية أنا مثلا أرسلت رسالة مثلا من إسطنبول إنسان يسكن في إسطنبول مثلا كتب لرجل آخر في حمص فقال له بعتك دار الكائنة في حمص والتي مساحتها كذا وأرقمها في الطاب كذا بمبلغ كذا وحدد له أوصف هذا البيت أو هذا الدار أو هذه الشقة وعندما وصل الكتاب إلى الرجل في حمص قال الرجل في حمص اشتريت منك الدار المذكورة عندما قرأ الكتاب عندما وصل إليه قرأ الكتاب فمجرد هذا الرجل الذي وصل إليه الكتاب قرأ هذا الكتاب وقال اشتريت منك هذه الدار بالمبلغ الذي ذكرته انعقد البيع إن عقد البيع لأن هذا الإيجاب لأن البيع هو إيجاب وقبول إيجاب الكلام الصادر أولا من صاحب السلعة الذي في إسطنبول قال بعتك هذا إيجاب يريد أن يصادف الآن قبولا من رجل الذي يريد أن يشتري هذه الدار فعندما وصلت أو وصل الكتاب إلى الرجل في حمص قال اشتريته أو مثال آخر أنه يكتب رسالة أخرى يكتب للرجل في إسطنبول يقول اشتريت منك هذا أو هذه الدار أو هذه الشقة بالمبلغ الذي ذكرته ويرسل له الرسالة يكون هذا الأمر معتبر شرعا يعني إن عقد البيع مع أن الأصل أن يكون الإيجاب والقبول مشافهة لكن هنا لو أن العرفة خرجت هذه الرسالة على حسب العرفة عرف أهل هذا البلد ووصلت إلى المشتري لن عقد هذا البيع وصح هذا البيع ما الدليل على ذلك إخواني أن الكتابة تعتبر العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية قال الشيخ رحمه الله لأن قال لأن القلم أحد اللسانين هذا الدليل الأول يعني اعتبروا عن شبه باللسان القلم اعتبروا مثل اللسان الذي هو في رأس الإنسان في فم الإنسان الدليل الآخر وقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وكيف بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغهم مرة بالكتاب عندما أرسل يعني الرسائل إلى الملوك وخاطب بها الملوك ودعاهم إلى الإسلام ومرة بلغهم صلى الله عليه وسلم بالخطاب وهو الأكثر يعني وهو الأكثر منه صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى دليل ثالث والقال والقرآن أصل الدين القرآن هو أصل الدين لأن الأوامر والنماهي إنما هي ذكرت في الأصل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكيف وصل إلينا القرآن كيف وصل إلينا هذا أصل الدين قال وقد وصل إلينا بالكتاب وقد وصل إلينا بالكتاب لكن حتى تستقيم العبارة أكثر كما في شرح الشيخ الأتاسي رحمه الله تعالى العبارة وقد وصل إلينا بالكتاب بعد أن ثبت بالحجة لماذا هذا القيد بعد أن ثبت بالحجة لأن السامع الآن يقول كيف وصل إلينا القرآن بالكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام قد تلقى القرآن من سيدنا جبريل عليه السلام مشافها ونقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة الأمية أيضا مشافها والصحابة هكذا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن في عهد النبوة زيادة في التوثيق وإنما كان النقل الأساس فيه هو المشافهة وليس هو الكتابة لذلك قال وقد وصل إلينا بالكتاب بعد أن ثبت بالحجة يعني بالمشافهة بالتنقب والتواتر الصحابي جيل عن جيل رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى فقال ويشترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام أن تكون يعني الآن هذه الرسالة هذا المكتوب الذي يرسله مثلا رجل في اسطنبول إلى رجل آخر في حمص حتى نقول هذا معترف فيه ويترتب عليه صحة البيع من عدمها لابد أن يكون هذا الكتاب له شروط الشرط الأول أن تكون الكتابة مستبينة مستبينة أي مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه واضحة فإذا كتب على الهواء أو على سطح الماء ونحو ذلك مما لا يثبت عليه الكتابة هذه لا عبرة فيها طبعا هذا التمثيل بالكتابة على الهواء أو على سطح الماء مثلا لو كان جالس في مجلس الآن في البيت الحمصي وأنتم حضور كلكم في البيت الحمصي وقال مثلا بعت داري يعني يكتب على الهواء بعت داري التي في حمص أو شقة كذا يكتب على الهواء هذه لا عبرة بهذه الكتابة أن تكون الكتابة إذن أولا مستبينة ثانيا مرسومة ما معنى مرسومة؟ أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس بأن تكون مصدرة الآن في عصرنا الحاضر أن تكون مثلا مصدرة باسم المرسل والمرسل إليه والآن في وقتنا الحاضر جيم مختومة وموقعة من المرسل المتكلم يعني هناك في كل عصر هناك مثلا طريقة معتادة معترف عليها بأن هذا الكتاب رسمي هذا الكتاب رسمي يصدر من فلان إلى فنال عناية الشخص الفلاني أو أخي الحبيب تحية طيبة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم كذا كذا هناك صيغة معترف بها ثم يجعل فيها التوقيع في نهايتها أن تكون التوقيع في نهايتها أو يكون هناك ختم وقد قيل في كتب الفقه أحيانا هذه الكتب تكون مختوبة من الأعلى أو من الأسفل إذن أن تكون هذه الورقة أو هذه الرسالة أو هذه الكتابة مختومة أو موقعة من المرسل المتكلم وأن تكون في زماننا على قرطاس لا على نحو يعني جلد أو ألواحي أظام ونحوها هذا كان في العصر الماضي أما في عصرنا الحاضر تكون على أوراق وربما نقول الآن في عصرنا يعني لم يكن هذا الأمر في عصر الشيخ منتشرا كثيرا نقول في عصرنا مثلا أن تكون مثلا موثقة في طريقة الكترونية في بريد رسمي وتوقيع وختم رسمي الكتروني كما في شأن الدوائر الحكومية الآن في عصرنا الحاضر قال رحمه الله تعالى ثم الكتابة هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بأثر الكتابة وتحديد وقتها يختلف بحسب العقود والتصرفات أثر الكتابة وتحديد وقتها يختلف بحسب العقود والتصرفات إذا نظرنا إلى الكتابة قال ثم الكتابة إن كانت في العقود التي تتوقف على علم الآخر ورضاه هذا النوع الأول من الكتابة نوع آخر من الكتابة وإن كانت وإذا كانت فيما لا يتوقف أو لا يتوقف على علم الطرف الآخر ورضاه إذن عندنا عقود لا بد في هذا العقد أن يعلم به الطرف الآخر وأن يرضى به هل تعتبر هذه الكتابة إذا كان هذا العقد يتوقف على علم الآخر ورضاه قال فلا تأخذ مفعولها من بدء الكتابة إنما بل من بدء وصول الكتاب وعند قراءته وعندها يعتبر الموجب والقابل هذا الإجاب القبول مثال يتضح الأمر مثلا قضية الزواج النكاح النكاح هذا عقد لا بد له من علم الطرف الآخر يعني عندنا زوج العاقد وعندنا زوجة فهذا عقد النكاح لا بد له من علم الطرف الآخر فنقول الآن هي الزوجة ولا بد بأن ترضى الزوجة طيب لو أن رجلا كتب يريد أن يتزوج فلانا أن يخطبها وأن يتزوجها وأرسل إليها هذا الكتاب هل يعتبر هذا الكتاب صحيحا وينعقد عقد النكاح أم لا قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن أراد أن يخطب مرأة يكتب إليها يخطبها فإذا بلغ الكتاب المرأة المراد خطبتها أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه وقالت زوجت نفسي منه طبعا هنا يكون قد انعقد النكاح وصح طبعا هذا الكلام عند الإمام أبي حنيفة عند الجمهور معادة الحنفية لا ينعقد هذا النكاح لا ينعقد هذا النكاح بالكتابة سواء كان العاقدين سواء كان العاقدان حاضرين أم كانوا غائبين هنا الكلام إخواني عند السادة الأحناف رحمهم الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنهم هذه المسألة أن يرسل رجل إلى مرأة يريد أن ينكحها يكتب في الكتاب مثلا أنا فلان ابن فلان يعني أريد أن أتزوج أو يعني زوجت نفسي من فلان على مهر قدره كذا 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 فعندما يصل الكتاب إلى هذه المرأة وأحضرت الشهود وأحضرت الشهود في مجلسها تقول الزوجة هذه المرأة الذي أرادها قال زوجته نفسي تقول زوجته نفسي بمحضر من الشهود عندها عند الأحناف ينعقد هذا النكاح بهذا الكتاب طيب أما إذا كان مثلا الزوج والزوجة الرجل المرأة الذي يريد أن يخطبها حاضرا في مجلس فكتب لها أريد أن أتزوجك هل هذه الكتابة عند حضور الزوج والزوجة أو هذا الرجل المرأة هل يعتبر هذا العقد صحيحا هذا بالاتفاق إخواني لا يعتبر صحيحا لا عند الأحناف ولا عند الجمهور إذا كان الرجل والمرأة حاضرين أما هذه المسألة بالذات هي المسألة إذا كان الرجل الخاطب غائبا عن المرأة المخطوبة يعني كل واحد في بلد فلذلك هنا تعتبر هذه الكتابة قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الكتابة فيما لا يتوقف على علم الطرف الآخر ورضاه كالطلاق بأن كتب أحد إلى زوجته كتابا يقول لها فيه أنت طالق فإنها تأخذ حكمها فور الكتابة فيقع الطلاق حالا طبعا هنا أنا نقلت قبل أن آتي هذه المسألة كلام الفتح القدير للكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى الحنفي قال بالنسبة للعبارة حتى تتضح قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب اللي هو الأصل وصورته يعني مثاله أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت هنا الآن القبول زوجت نفسي منه أو تقول فإن فلانا قد كتب إلي يخطبني تقرأ الكتاب فاشهدوا أني زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان هنا قال الأحناف رحمه الله لا ينعقد لأن سماع الشطرين يعني الإيجاب والقبول زوجت وأشهدكم أني قد قبلت لأن سماع الشطرين شرط لصحة النكاح شرط لصحة النكاح طيب وإذا كانت الكتابة فيما لتوقف على علم الطرف الآخر ورضاه يعني هم مسألة الطلاق مثلا لا يشترط يعني أن تعلم الزوجة بأن زوجها يريد أن يطلقها ولا أن ترضى بهذا الأمر فقام فكتب كتابا وهو في بلد آخر أو أرسل رسالة بالشروط التي ذكرناها فإن الطلاق يأخذ حكمه فورا يعني تطلق هذه الزوجة فورا تطلق هذه الزوجة فورا طيب هناك نقل عند الشافعية رحمه الله تعالى بالنسبة للكتابة يعني لعل سائل يسأل أنه كتب على الواتس أب كتب رسالة في البريد الكتروني أرسل لها كذا هل يعتبر هذه الكتابة من باب الصريح فبمجرد الكتابة نوى أم لم ينوي يقع الطلاق أم تعتبر هذه الكتابة من باب الكناية التي تفتقر إلانية يعني أن ينوي فلا يكفي مجرد الكتابة إن لم ينوي الشافعية رحمه الله تعالى قالوا اعتبروا الكتابة في الطلاق من باب الكناية من باب الكناية ما معنى من باب الكناية يعني هي ليست لفظ صريح بالتالي لابد عندما يريد أن يكتب رسالة بالطلاق إلى هذه المرأة لابد أن يكون قد نوى فإذا لم ينوي لا يعتبروا هذا الطلاق أما الحنفية رحمه الله تعالى الأحناف فقصروا النية على الكتابة المستبينة غير المرسومة يعني هناك الكتابة نوعان مستبينة مرسومة يعني موقعة مختومة ممهورة وهناك كتابة على ورقة عادية على الورقة عادية أو على الواتس أب يعني الورقة الغير الرسمية هنا الأحناف قالوا إذا كانت مستبينة يعني واضحة غير مرسومة غير مختومة موقعة قالوا هذه أيضا من باب الكناية ولا بد له من النية عند الكتابة طبعا أؤكد على هذا الكلام قال أما إذا كانت كتابة بين حاضرين فلا ينعقد عند الحنفية وعند الجمهور لا ينعقد النكاح بالكتابة سواء كان غائبين أم حاضرين هذا بالنسبة لما يتعلق بالقاعدة الأولى الكتاب كالخطاب طيب نأتي إلى قاعدة أخرى الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان أيضا هذه متعلقة القاعدة بقاعدة العادة محكمة تندرج تحتها أن لو كان العرف والعادة أن الأخرس الذي هو يعني أخرس خلقة أخرس خلقة لا يستطيع الكلام فأشار بعينه أو برأسه إشارة أو بحاجبه أو بيده هل يعتبر أو تعتبر هذه الإشارة كالنطق من الإنسان السوي السليم الذي يتكلم يعني يعتبر كأنه تكلم هذا الأخرس فتعتبره في البيع والشراء والنكاح والطلاق أم لا قال الشيخ رحمه الله تعالى إن إشارة الأخرس المعهودة بعينه يعني بعينيه أو رأسه حركة رأسه أو حاجبيه أو يده هي بمنزلة نطقه فتعتبر في مثل البيع والشراء يعني مثلا لو إنسان أخرس عنده بيت أريد سيارة أن يبيعها فجاء رجل وقال له لهذا الأخرس أريد الشراء السيارة منك مثلا بمئة ألف ليرة تركي مثلا فأشار الأخرس برأسه نعم هذه الإشارة المعهودة يعتبر هذا قبول منه من أجل البيع طيب وكذلك وللنكاح والطلاق وسائر التصرفات وهذا استحسان بالضرورة هذا استحسان بالضرورة الأصل في الأخرس أنه لا يقبل الأصل أن تكون بالألفاظ لكن للضرورة اعتبر الشرع هذه الإشارة من الأخرس كأنه بالنطق من باب الضرورة فهذا اعتبره في أصول الفقه من باب الاستحسان هناك استحسان بالنص واستحسان بالضرورة عدة أنواع من أنواع الاستحسان هنا من الضرورة ما معنى بالضرورة الاستحسان قلنا الأصل القياس أن الأخرس لا تقبل منه هذه الأمور لكن إذا كان هذا الأمر تركنا هذا الأخرس على حال هذا ربما يؤدي إلى هلاكه وإلى موته جوعا وعطشا وعدم اعتبر تصرفاته يؤدي إلى الضرر به والإسلام لم يأتي بالضرر على أحد أبدا فلذلك هذا قالوا استحسان بالضرورة كما اعتبر الشارع ذلك منه في العبادات مثلا في الصلاة فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة كانت صلاته صحيحة معتبرة فكذلك إشارته في المعاملات أيضا يترتب عليها الأثر حسب العقد الذي يبرمه طيب كان صحيحا فلو لم يعتبر ذلك الآن سوفئة الشيخ رحمه الله تعالى بدليل عقلي على أن إشارة الأخرس لا بد أن تعتبر في الشرع قال فلو لم يعتبر ذلك منهما تجوعا وعطشا جاء في بعض الشروح إن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملاته لأحد من الناس ماذا يترتب على هذا؟ وَلَكَانَ عُرْضَةً لِلْمَوْتِ جُوعًا وَعُرْيَانًا وَعَطَشًا إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَقْضِي لَهُ مصالحه نيابة عنه يعني الأخرس إذا قلنا مثلا الأخرس لا تعتبر لا تعتبر إشارته فبالتالي لا بد له أن يرحس عن وكيل عن من ينوب عنه ووجود النائب في كل حال متعذر يعني هذا الأخرس ليس في كل حالة وفي كل وقت هذا النائب مستعد يقول لبيك أيها الرجل وأنا أقوم نيابة عنك في هذا العقد ثم قال أحدهم وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته يعني هذا دليل عقل آخر إذا أراد أن يستنيب عنه آخر يقوم مكانه في هذا العقد عقد البيع مثلا أراد أن ينيب غيره النيابة لابد لها أيضا من إشارة فإذا لم نعتبر إشارته كيف تصح هذه النيابة فبالتالي من باب الضرورة أن نعتبر إشارة الأخرس كالبيان باللسان ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلا على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استخدم الإشارة صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق عليه الصلاة والسلام ومع ذلك استخدم الإشارة من باب التعليم للصحابة وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالإشارة بقوله الشهر هكذا في الهامش الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس صلى الله عليه وسلم بأسبوعه في الثالثة يعني تسعا وعشرين تسعا وعشرين وثلاثين يعني مرة قال صلى الله عليه وسلم أشار الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين يوم وفي مرة قال هكذا وهكذا ثم خنس بالإبهام كما في صحيح البخاري ومسلم يعني يشير بأربع يعني بكون تسعا وعشرين يوما وإذا كانت الإشارة قد تكون بيانا من القادر في بعض المواقع كما أنبأنا صلى الله عليه وسلم بالإشارة عن عدد أيام الشهر فالعاجز عن النطق أولى أن تقبل إشارته وتكون بيانا لما يريد وتكون بيانا لما يريد نأتي إلى القاعدة الأخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا والتعين بالعرف كالتعين بالنص والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم هذه القواعد الثلاثة قبل الأخيرة يعني السابعة والثامنة والتاسعة الآن كلها بنفس المعنى إخواني كلها بنفس المعنى وهي تندرج تحت قاعدة العادة محكمة قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه قاعدة مشهورة بين الناس جميعا أي المعروف المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صريحا صراحة يعني في البيع مثلا وفي الشراء فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه قال قال رحمه الله جاء في كتاب البدائع بدائع الصناع للكاساني عند الأحناف في كتاب الإجارة أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد توابع العقود يعني مثلا إخواني كما تشاهدون الآن المثال الأول من اشترى سيارة من اشترى سيارة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي يعني كما يقال في العمي السفير واحد إنسان رجل اشترى سيارة وبعد أن اشترى السيارة من هذا الرجل قام هذا الرجل البائع بأخذ المفاتيح وأخذ العدة التي هي لتصليح السيارة وكتلوك السيارة وغير ذلك مما يأتي مع السيارة وفك يعني مسجل السيارة ويمكن يعني يفق بعض كراس السيارة لا من اشترى سيارة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقدي لماذا؟ للعرف المتداول والعادة الجارية إلا إذا نص على خلافه يعني أنا بيعك السيارة لكن من دون مثلا الكاميرات المركبة فيها أو من دون مسجل الذي واضعه فيها يعني بعض الأشياء التي أنا واضعها زيادة في هذه السيارة لكن إذا لم ينص هذا يكون من حق المشتري ما يوجد في السيارة مثال آخر من وكل شخصا بشراء لحم أو خبز أو ثوب مثلا تقيد عقد الوكالة بنوع اللحم والخبز المعتاد أكله والثوب المعتاد لبسه فلو اشتر له نوعا آخر غير معتاد لا يلزمه يعني ينصرف حسب عرف البلد لو قال له اذهب واشتري المثل لي كيلو لحم وكانوا لا يأكلون في هذا البلد إلا لحم مثلا أضاء وذهب واشتر له مثلا لحم ماعز هنا لا يلزم هذا الموكل ما اشتره الوكيل لا يلزمه الذي أتى به وكذلك الخبز مثلا خبز قمح غير خبز مثلا الشعير وكذلك ثوب معين بهيئة معين ولباس معين فاشتر له غير عادة أهل البلد لا يلزم الموكل ما أتى به الوكيل مثال الأخير من استأجر دابة أو سيارة للحمد عليها فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر منه عليها يعني بالعادي إنسان استأجر سيارة أجر من أجل أن يحمل فيها أساث منزله يريد أن ينتقل من بيت إلى بيت العادة مثلا يحملها مثلا خمسين كيلو مئة كيلو تحمل لهو أراد أن يحملها مثلا طن من الأساث هنا نقول له هذا العرف يأتي العرف ويحدد ذلك أن نقول له أنت تجاوزت العرف وتجاوزت العادة في بالتالي لا يلزم هذا المستأجر الذي أتى بالسيارة من أجل أن يحمل لك هذا الأساث هو غير ملزم بأن يحمل هذه الزيادة لو اختلفاه هو غير ملزم إلا إذا تراضوا فيما بينهما بأن يزيد له في الأجري بأن يزيد له في الأجري إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا التعين بالعرف كالتعين بالنص نفس القاعدة التي قبلها المراد بالنص هنا هو نص القرآن أو الحديث ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين عند أصول الفقاء عند العلماء بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره يعني عندما نقول مثلا عندما أقول مثلا سيارة في العرف مثلا في العرف كلمة سيارة بين المتخاطبين خلاص تطلق على السيارة التي هي الآن في زماننا على السيارة ذات الأربعة عجلات السيارة المعروفة يعني التي تركب ويذهب ويأتي بها مثلا قال الله تعالى في القرآن الكريم أحل الله البيع كلمة البيع هذا أيضا هو نص يدل على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب تعيين بصريح يترتب على التعيين بصريح النص يترتب على التعيين بالعرف والعادة نأخذ مثال يتضح المقال فمثلا من قال من قال رجل قال زوجته يعني عليه الطلاق قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلا بنفس السوية لقوله أنت طالق التي وردت في النصوص الشرعية في الأصل إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته أن يقول لها هي طالق يخاطبها ويشير إليها لأن العرف سوى بين هذين اللفظين الناس بدأوا يستخدموا في عرفهم كلمة علي الطلاق بنفس السوية التي هي أنت طالق فبالتالي إذا قال رجل زوجته أنت طالق تطلق الزوجة طيب لو قال لها علي الطلاق هذا لم يرد في الشرع لكنه يحمل على نفس اللفظ لاستخدام الناس لهذا اللفظ لهذا اللفظ هنا تأتي مسألة إخواني من قال أنت نعم تأتي مسألة من قال علي الطلاق قد أصبح اللوظ في حقه معادل لقول أنت الطلاق طيب هنا ربما يسأل إنسان لو قال الآن رجل مع أنه ليس حلقة علم للفتوى لكن تخطر على البال الآن رجل قال لزوجته قال أو قال رجل علي الطلاق جاء في حاشية الجمل الشيخ سليمان رحمه الله تعالى من فقهاء الشافعية على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصار رحمه الله تعالى قال المعتمد في علي الطلاق ما هو المعتمد عند الشافعية أنه صريح قلنا إخواننا صريح يعني ما بحاجة لني مجرد ما قال علي الطلاق يعني وقع الطلاق على المعتمد عند الشافعية وفي البحر للرويان يعني المزني أنه كناية يعني لابد له عندما يقول علي الطلاق لابد له أن ينوي إذا لم ينوي لم يقع الطلاق وفي فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به طيب معذرة أغلقنا عليه طيب إذن وفي فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به وإنها لأنها صيغة يمين أو نذر إذن عند الشافعية في ثلاث أقوال تقريبا الآن لكن المعتمد أنه صريح مجرد أن يقول هكذا وقع منه الطلاق طيب ما القول عند الحنفية ما هو القول عند الحنفية قال ابن عابدي رحمه الله تعالى في حاشيته وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي رحمه الله تعالى مفترون ومن أن علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية في عصر أبو السعود رحمه الله تعالى أي لأنه لم يتعارف في زمنه في زمن أبو السعود رحمه الله تعالى لم يتعارفوا على أن هذا اللفظ علي الطلاق أنه من ألفاظ الطلاق ولذا قال المصنف في منحه يعني مصنف اللي هو رد الدر المختار الحصفك يعني الحنف أنه في ديارنا صار العرف العرف والعادة فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية يعني واضح أخوانا كيف العرف الآن له دور في الأحكام في عهد أبو السعود علي الطلاق لا يقع لا صريح ولا كناية بالتالي لا يلزم الطلاق لو قال علي الطلاق لكن في عصر المؤلف وما بعده حتى في عصر الحاضر إذا قال علي الطلاق هذا لا يفهم منه إلا الطلاق فبالتالي نقول وقع الطلاق طيب ومن حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم الأتعارف عليه في بلده هو لحم الضأنه حسب العرف وهذه مرة المعنى من قبل من حلف لا يأكل لحما قال والله العظيم لا أكل لحم وأكل سمك هل نقول له حنث وعليك كفارت يمين إذا كان العرف في بلده إذا قال أريد أن أكل لحما ينصرف الذهن إلى لحم الضأن فأكل سمك فهذا نقول له لم تحنث ولا شيء عليك من أمثلة هذه القاعدة التعين بالعرف كالتعين بالنص إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجر مستأجرة واشترطا أن تكون الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعا لوزن الحمولة والمسافة فيعتبر ذلك كتعين الأجرة بالنص كهذه القاعدة التي قبلها التي ذكرناها منذ قبل يعني مثلا كل كيلو مثلا الآن في بلدنا نحن الآن عندنا هنا في قطر مثلا إذا أراد الإنسان مثلا أن يستأجر سيارة أول ما يصعد وحتى في البلاد الأخرى عندما يصعد يفتح العداد مثلا في خمس ريالات وكل كيلو يحسب له مثلا ريال أو ريالين وهكذا فهنا هذا الأمر المتعارف عليه بين الناس التعين بالعرف كالتعين نص يعني كأنه شرط عليه نصا بأن كل كيلو مثلا سأخذ عليك كذا وكذلك سيارة الأجرة أراد أن يحمل عليها الأثاث قال كل كيلو مثلا أنا أخذ عليك مثلا عشر ليلات تركي ويعتبر هذا التعين بالعرف كالتعين بالنص هذا إذا عين إذا لم يعين نسأل عرف أهل البلد كل كيلو من حمل الأثاث ما هو أجرته فيعتبر العرف في هذه المسألة ويحكم بينه بين المستأجر والمؤجر طيب القاعدة الثالثة التي هي بنفس المعنى المعروف بين التجار كالمشروط بينهم كان من حق هذه القاعدة إخواني أن تذكر قبل القاعدة التعين بالعرف كالتعين بالنص يعني أن تكون بعد قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً القاعدة التي قبلها هذه المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً هذا يعتبر على العرف العملي العام القاعدة العامي يعني عند كل أهل البلد وليست خاصة يعني في فئة معينة هنا هذه القاعدة هذه القاعدة المعروف بين التجار هي العرف الخاص وليس العرف العام المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والتعين بالعرف كالتعين بالنص هي القاعدة العامة العرف العام أما هنا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم هذه القاعدة تعبر عن العرف الخاص يعني أهل المهن الخاصة مثلاً قال رحمه الله تعالى وذكر هذه المادة مفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الإطلاق إلى العرف والعادة نفس الكلام الذي مر معنا فلو تبايع تاجراني شيئاً ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة دخل رجل واشترى مثلاً غسالة له من متجر في بلد ما لم يصرح البائع بأن هذه الغسالة نقد يعني مباشرة يدفع حقاً مثلاً خمسمائة دولار أو نسيئة أقصات ما صرحوا وتعارفوا في هذه المحلات التي دخل عليها العرف على أن تأدية الثمن بعد أسبوع يعني يدخل يشتري وأن يؤدي يدفع الثمن مثلاً بعد أسبوع أو غيره لا يلزم أو لا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً نقول له لا يشترط أو لا يلزم المشتري أن يدفع سمن الغسالة خمسمائة دولار مثلاً في هذا الوقت لكن يحمل على حسب العرف ما هو العرف؟ يقول العرف مثلاً تأديته بعد أسبوع أو بعد شهر أو أقصاد فبالتالي يعتبر هذا أو نقول مثلاً لو أن تاجر كما مرة معنا في المحاضرة الفائتة مثلاً قضية التجار التعامل بين التجار مثلاً بضاعة مثلاً أنا تاجر تاجر مثلاً عسل آتي إلى الدكان الفلاني والفلان الفلاني كل أسبوع أضع عندهم بضاعة العسل العرف بيني وبينهم أني لا أخذ مباشرة سمن هذا العسل وإنما العرف مثلاً عبارة عن جمعية أو في الشهر كل شهر يأتي المحاسب ويمر على هذه الدكاكين وهذه المحال فيأخذ منهم هذه البضاعة فلو قال مثلاً لو قلت أنا لا أريد ثمن هذا العسل الآن يقول لي لا المعروف بيننا والتعارف بيننا والعرف والعادة هنا بين التجار أن يكون الدفع كل أسبوع أو كل شهر أو كل شهر فبالتالي تعتبر العادة محكماً وينصرف إلى عرفهم وعادتهم ومن المعروف العرف المعتبر هو الذي لا يصادم نصاً شرعياً هنا الشيخ عزة رحمه الله تعالى جاء بهذه المسألة وتكلمنا عنها في المرة الماضية أنه من شروط العرف أن لا يصادم نصاً شرعياً يعني مثلاً لو أنه تعارف ناس على التعامل في الربا نقول هذا هذا العرف باطل لا عبرة له في الشرع يشترط في العرف الذي يعتبر ويترتب أثره أن لا يصادم نصاً شرعياً فإن صادمه كان هذا العرف لاغياً كان هذا العرف لاغياً طيب نأتي إلى القاعدة الأخيرة معنا اليوم وفيها شيء من الطول نقرأها لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان طبعاً هذه القاعدة إخواني نقل الشيخ عزة رحمه الله تعالى جل شرحها من كتاب المدخل الفقه العام للشيخ مصطفى الزرق رحمه الله تعالى وفيها بحث نفيس جداً ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في نظرية العرف بالفص السادس والسبعون العرف وتغير الزمان نظر عام وساق فيها شيء تقريباً حوالي خمسة وعشرين صفحة في المدخل الفقه العام الشيخ عزة رحمه الله تعالى لخص هذا البحث فوضعه لنا هنا فقال رحمه الله تعالى قد يكون بعض الأحكام الشرعية مبنياً على عرف الناس وعادتهم فإذا اختلفت العادة عن زمان مضى تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم وأما ما أصله على غير ذلك فلا تتغير يعني الأخوان في بعض الأحكام الشرعية التي هي الاجتهادية الغير مبنية على نص صريح من كتاب الله من القرآن ومن السنة أحكام شرعية اجتهادية مبنية على القياس على الاستحسان على المصالح المرسلة مبنية على العرف في زمانهم فإذا أفتى عالم بهذه المسألة بحل أو حرمة أو غير ذلك أو كراها من الأحكام الشرعية ثم تغير هذا العرف بالتالي يتغير الاجتهاد فربما يكون الأمر الذي أفتى به فلان على أنه حرام حسب العرف الذي بني عليه الحكم يصبح في عصر من العصور حلال وهنا نتكلم عن الأحكام التي بنيت على الاجتهاد وليست على النص فمثلا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربع هذا لا كلام فيها يعني نقدم هذا لا كلام فيها لأن الله عز وجل نص على الحرمة ومهما تغير عرف الناس يعتبر هذا الأمر حرام وليس بحلال فقال الشيخ عزة رحمه الله تعالى فالأحكام الشرعية الإجتهادية تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة من الإحكام الشرعية أن شريعتنا كلها جلب مصالح ودرق مفاسط فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية فكم من حكم كان تدبيرا نافعا لبيئة في زمن معين فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه أو يفضي إلى عكسه وعلى هذا أفتى كثير من الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية كثيرا من المسائل بعكس ما أفتى بها أئمة مذاهبهم الأولون مثال قال ابن عبدين رحمه الله تعالى كثيرا من الحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولان لنزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد ولهذا نرى مشايخ المذهب أي المذهب الحنف خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه يعني هذا المجتهد بأنه لو كان في زمنهم في هذا الزمن المتأخر لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه ما هو المثال إخواني أمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان هنا الشيخ عزة رحمه الله تعالى أتى بالأمثلة من أجل نوعين الشيخ الزرق فصل نوعين أحكام تتغير تغير الأحكام الاجتهادية بفساد الزمان بفساد الزمان فتغير الحكم لأن الزمن قد فسد أو أحكام اجتهادية تغيرت لماذا تغيرت فتوى بها لتطور الوسائل واختلاف الأوضاع إذن هما نوعان أحكام اجتهادية تغيرت من أجل فساد الزمان وأحكام اجتهادية تغيرت من أجل تطور الوسائل واختلاف الأوضاع نأتي إلى المثال الأول الذي ذكره الشيخ عزة رحمه الله تعالى قال فقد أثبت الشرع خيار الرؤية هذا خيار الرؤية يعتبر من الأمثلة من أجل تطور الوسائل واختلاف الأوضاع وليس من أجل فساد الزمان يتضح معنا الآن قد أثبت الشرع خيار الرؤية لمن اشترى شيئا ولم يرى يعني مثلا إنسان اشترى منزلا ولم يرى هنا عند الأحناف هناك شيء اسمه خيار رؤية عندما يأتي ويرى هذا الشيء الذي اشتراه إما أن يمضي البيع وإما أن يقول هذا الشيء الذي أريد أن اشتري لم يعجبني فلا يترتب عليه شيء ولا ينعقد البيع قال فالفقهاء المتقدمون رحمه الله تعالى اعتاد الناس في عصرهم على بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها يعني كان الإنسان قديما يبني بيت بيت من أربع خمس غرف كل غرف هي نفس الغرفة الأخرى فبالتالي قالوا إن رؤية بيت واحد أي غرفة واحدة من الدار تغني عن رؤية الجميع في إسقاط خيار الرؤية في إسقاط الخيار لكن وأخيرا اختلف طرز الإنشاءات يعني مع مرور الزمان اختلفت البيوت وصارت الدار يختلف بعض بيوتها عن بعض يعني بعض الغرف تختلف عن بعض بسبب عاداتهم لذلك أفتل المتأخرون بأنه لا بد من رؤية جميعها قال رحمه الله فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان بل اختلاف عصر وزمان شايفين إخواني يعني في زمن كان تكفي رؤية واحدة يمكن الآن في زمن مثلا البيع المصطرة يأتي الآن في زمن عادك حسب السلعة الآن قد يأتي لك يقول لك هذا النوع من الصباغ كثافته كذا وأوصافه كذا وكذا وكذا ويرى مصطرة يعني يرى عينة فهذه العينة تكفي لأن العرفة الآن هو موجود فيها طيب مثال آخر على فساد الزمان تغير الحكم بالنسبة لفساد الزمان قال القيام بالواجبات الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها هذا الأصل كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن إلى آخره بل على المقتدر يعني عنده وقت وعنده مال وعنده يستعد أن يقوم بذلك مجانا لأنه واجب ديني لكن اختلف الحكم غير أن المتأخرين من الفقهاء لاحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات يعني فسد الزمان فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليها لماذا؟ حرصا على تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس طيب مثال ثالث أيضا بالنسبة تغير الحكم لفساد الزمان قال الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يعني في المسائل يجب أن يكونوا عدولا بنص القرآن أي ثقات من هم العدول وهم المحافظون على الواجبات على الواجبات الدينية المعروفون بالصدق والأمان حافظين على صلاة صيام لا يظهر عليهم شيء من المعاصي معروفون بالصدق والأمان بين الناس بين أهلهم وبين من يعيشون بينهم لكن إلا أن كثيرا من الفقهاء المتأخرين لاحظوا ندرة العدالة الكاملة لكثرة الفساد وضعف الذمم والوازع الديني فإذا تطلب القضاة دائما نصاب الشرعية يعني تكون العدالة الكاملة في الشهود ما الذي ينتج عنه قال ضاعة الحقوق لماذا لامتناع الإثبار فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم حيث تقل العدالة الكاملة حيث تقل العدالة الكاملة ومعنى الأمثل فالأمثل أي الأحسن فالأحسن حالا من الموجودين فلو كان في ذاته غير كامل فلو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي يعني المذكور في القرآن من صدق وأمر غيره أي أنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية ليش لفساد الزمان المثال الرابع في أصل المذهب الحنفي أيضا هذا مثال لفساد الزمان في أصل المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله أنا مدين بمئة ألف مثلا علي يدين مئة ألف عند المذهب الحنفي إذا قمت بالهبا وهبت مثلا خمس آلاف لإنسان أو وقفت قطعة الأرض الفلانية لبناء مسجد أنا أنا الآن علي دين وأقوم بالهبا والوقف الأصل أني أقضي ديني أرجع المال لأصحاب الدين لكن تصرفت بتصرف هبا ووقف هل يصحوا عند الأحناف هذا الأمر في أصل مذهب الحنفي قالوا تنفذ التصرفات نعم وسائر وجوه التبرع لماذا ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها يعني حتى لو كان أنا مثلا الدين مثلا أنا معي علي دين مئة ألف ومعي خمسين ألف الدين مستغرقة لكل مال نعم ينفذ الهبا وينفذ الوقف لماذا باعتبار أن الديون في المذهب الحنفي تتعلق بالذمة بذمته فتبقى أعيان أمواله حرة يعني الدين هو متعلق في ذمته في ذم الضياء وليس في المال الذي في يد ضياء فينفذ فيها تصرفه هذا مقتضاء القواعد العامة هذا الأصل قال ثم لما فسدت دمم الناس وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المديونون أو المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله يعني في عصر الأحناف المتأخرين فقهاء المتأخرين قالوا لا ينفذ هذا الأمر لماذا؟ لأن الذمم ضعفت وكثرت طمع فبالتالي نقول له لا ينفذ هذا لا تنفذ هذه الهبة وهذا الوقف لا يعتبر بل اقضي ما عليك من دين لمن استدنت منهم إلا في حالة واحدة إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله يعني هو مثلا عليه دين مئة ألف ومعه من المال في رصيده مثلا مئة وخمسون ألف إذا تبرع مثلا بعشرين ألف هو معه يستطيع أن يوفي المئة ألف وأن يهب عشرين ألف هذا زائد عن وفاء الدين فبالتالي يعتبرونه صحيحا طيب المثال الخامس أيضا فساد الزمان ولكن هنا أتى بدليل من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل يعني إذا كان واحد إبل ضاعت عن صاحبة الجمل يعني ضاعة عن صاحبة هذا يعتبر ضالة ضاعت يعني هل يلتقطها من يراها لتعريفها وردها إلى صاحبها متى ظهر كضالة الغنم ونحوها من الأشياء الصغيرة التي يخشى عليها يعني الآن عنا ضالة إبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهانا إذا شفت أنا ضالة إبل شفت جمل ضايع هل أخذه وأحفظه من أجل أن أرده لصاحبته مثل إذا لقيت ضاء خروف أمسكه ورده إلى صاحبه أم أتركه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاطها في زمنه يعني إذا شاف جمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ضالا يترك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها لماذا أخواني لأنه لا يخشى عليها ما يخشى على غيرها من الضياع يعني ما بتموت وغالبا يعني ترد الماء والكلأ وتأكل يعني يأتي صاحبها ويجدها فيأخذه يعني كل أمر أسهل وأمر صلى الله عليه وسلم بتركها تريد الماء وترعى الكلأ حتى يلقاها ربها يعني صاحبها وقد ظل هذا الحكم محافظا عليه إلى آخر عهد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فلما كان عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالتقاط ضوال للإبل وبيعها على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنه يعني هون في الظاهر كيف يقعن بخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هون إخواننا العرف هون هذا الحكم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على عرف الناس وذمم الناس أنها كانت تترك ولا أحد يقترب عليها فهنا سيدنا عثمان رضي الله عنه كما روى ذلك مالك عن ابن شهاب الزهري لأن عثمان قال لذلك لأن عثمان رأى أن الناس قد دب إليهم فساد الأخلاق والذمام وامتدت أيديهم إلى الحرام فهذا التدبير من سيدنا عثمان رضي الله عنه أصون لداء لضالة الإبل وأحفظ لحق صاحبها خوفا من أن تنالها يد سارق أو طامع فهو سيدنا عثمان رضي الله عنه بذلك وإن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر في الظاهر إنما هو موافق لمقصوده صلى الله عليه وسلم إذ لو بقي العمل على موج بذلك الأمر بعد فساد الزمان لآل هذا الأمر إلى عكس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مراد النبي إخواني مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصان أموال الناس وكانت نتيجته ضررا فبالتالي هذا الفعل من سيدنا عثمان هو صميم مراد النبي عليه الصلاة والسلام في صيانة أموال الناس عن الضياء المسألة السادسة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلت عليكم اليوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة أحاديثه وقال لأصحابه من كتب عني غير القرآن فليمحب هذا في بداية الأمر واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنة النبوية حفظا وشفاها لا يكتبونها حتى آخر القرن الهجري عملا بهذا النهي ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى تدوين السنة النبوية لأنهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها إنما هو خشيته أن تختلط بالقرآن إذ كانت صحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع ما ينزل منه أي من القرآن على رقاع فلما عم القرآن وشاع حفظا وكتابة ولم يبقى هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي لم يبقى موجب لعدم كتابة السنة بل أصبحت كتابتها واجبة لأنها الطريقة الوحيدة لصيانتها من الضياع والحكم يدور مع علته ثبوتا ونفيان هذا المثال كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من تغير الأحكام الاجتهادية بتطور الوسائل واختلاف الأوضاع ثم ننهي إخواني بقاعدة ما هي أو سؤال ما هي الأحكام التي يجب تغيرها بتغير الزمان وسؤال وما هي الأحكام التي لا يجوز تغيرها لتغير الزمان أنا قلت في بداية هذه الفقرة بأنها التي لا تخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الشيخ قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي بنيت على القياس ودواع المصطحة فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصطحة الناس وجب تغيرها وإلا كانت عبثا وضررا والشريعة منزهة عن ذلك ولا عبث فيها أما إخواني الأحكام الأساسية ننتبه لهذه المسألة أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية من القرآن والسنة الآمرة الناهية كحرمة الظلم بعمر الظلم ما يصبح عدل وحرمة الزنا والربا لا يصبح حلالا أبدا البتة وشرب الخمر والسرقة وكوجوب التراضي في العقد ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ولكن هذه نقطة مهمة ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحتثات فوسيلة حماية الحقوق مثلاً وهو القضاء كانت محاكمة تقوم على أسلوب القاضي الفرد وقضاؤه على درجة واحدة قطعية فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة يعني قديماً أخواني الأصل أن نحافظ على الحقوق هذا لا يتبدل بتبدل الزمان المحافظة حقوق الناس وعدم أكل حقوق الناس قديماً كان يقضي القاضي الواحد القاضي الفرد الواحد في هذه المسألة وتنتهي القضية هذه وسيلة من الوسائل لحفظ الحقوق ربما أن تتبدل في زماننا ويصبح بدل أن يخضي قاضي واحد كما هو الآن معمول به أن تتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية يعني تصبح القضية عند أكثر من قاضي التي أصبحت تقضي زيادة الاحتياط فالتبدل في الحقيقة في مثل هذه الأحكام ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق والحق ثابت لا يتغير والحقيقة إخواني أن الأحكام الشرعية التي تتبدل لتبدل الزمان المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد دائماً عم تتكرر هذه العبارات وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة وهذا من خصائص الشريعة الإسلامية ومرونة الفقه الإسلامي لكي يختار أو يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً نقل هذه الفقرة الشيخ رحمه الله تعالى باختصار من كتاب المدخل الفقهي للشيخ الزرقى رحمه الله تبارك وتعالى وبهذا القدر نكون قد انتهينا من القواعد الفقهية الكلية الخمسة مع القواعد التي تندرج عليها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وأن يعلمنا ما هو خير والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً لحسن الاستماع